تركيب شيلي 1L سهل جداً بثلاث خطوات فقط الخطوة الأولى تركيب شيلي 1L مكان المفتاح أو لسويتش الخطوة الثانية تركيب المفتاح على شيلي 1L آخر خطوة إذا كان الحمل أقل من 20 وط رح نضطر نضيف باي باس على الإضاءة بهذا الشكل واحد على الخط البارد واحد على الخط الحامي هيك بيكون انتهى التركيب وبإمكاني أنهي الفيديو لكن الموضوع أكبر من هيك بكثير تابعونا السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسلام فيكم على قناة وي سمارت اليوم عنا مراجعة للجهاز شيلي 1L هذا الجهاز الجديد أصدرته شيلي خلال الشهر الحالي أهم ميزة في هذا الجهاز إمكانية عمله بدون الخط البارد أو النيوترال خلينا نتعرف على الجهاز مع بعض من اليمين عنا الـ O له هو الأوتبوت عنا الـ L اللي هو الحامي وعنا الـ N اللي هو البارد بهذا الجهاز في عنا إش جديد اللي هو مخرجين SX المخرجين هدول هم signal for switch هدول المخارج هم اللي رح يعطوه الكهرباء للسويتشات طبعا هدول المخرجين متصلين من الداخل مع بعض لو فحصناهم الآن على التستر هذا التستر بفحص الاتصال لو حطينا التستر عليهم رح نلاحظ انه التستر اشتغل معناته هدول المخرجين متصلين من الداخل مع بعض والجديد أيضا في هذا الجهاز انه هو بشغل جهاز واحد لكن فيه مدخلين SW يعني بإمكاننا نضيف مفتاحين switch على هذا الجهاز خلينا نركبه أي جهاز كهربائي موجود عندنا في المنزل بيحتاج خط بارد وخط حامي عشان يشتغل في الإضاءة الخط الحامي بيكون مقطوع وعليه مفتاح switch عشان يوصل هذا القطع شلي 1L رح تركب محل هذا القطع فرح تركب الoutput رح يركب مباشرة على مخرج ال switch والL اللي هو الحامي رح يركب على مدخل ال switch خلينا نركبه أول مثال على التركيب رح نركب بدون مفتاح أو switch رح نركب على الجهاز مباشر زي ما شرحناه في بداية الفيديو حطيت حمل أعلى من 20 وط عشان أستطيع أشغل هذا الجهاز بدون البيباس فعشان نوصل لكم الصورة بشكل أبسط وأسهل الجهاز ركب فقط محل المفتاح والحمل أعلى من 20 وط لو استخدمنا التطبيق الآن الجهاز شغال بدون neutral وبدون أي شيء وشغال بفعالية من خلال التطبيق خلينا نشوف الحالات الأخرى الآن فقط أضفنا مفتاح switch عشان نجرب مفتاح switch مع النظام اللي احنا عملناه مفتاح switch فقط سلك على SX وسلك الثاني على SW1 ولو جربنا المفتاح رح يكون شغال بفعالية ومن التطبيق أو من switch رح يكون شغال بفعالية خلينا نجربه الآن مع الباي باس وننزل الحمل تحت 20 وط الآن رح نستخدم إضاءة 6 وط تقريبا رح نستخدم إضاءة 6.3 وط والجهاز بحتاج أقل إشي 20 وط عشان نشتغل بدون المحايد فرح نستخدم الباي باس الباي باس وظيفته يتجاوز الضعف بالحمل اللي موجود فرح نركب الباي باس بهذا الشكل على الإضاءة قبل الإضاءة وبعد الإضاءة يعني محل الحامي والبارد اللي وصلين على الإضاءة خلينا نركبه مباشرة الآن عشان نسهل عليكم فهم مبدأ عمل الباي باس رح نركبه على السلك مباشرة قبل الإضاءة فرح ناخد السلك من هنا نعريه بهذه المنطقة رح نعري السلك من منطقة مشابهة بمكان آخر رح نعري السلك من هاي المنطقة رح نركب الباي باس بين هاي النقطتين الآن الباي باس ركب على الخط اللي رايح على الإضاءة الحامي والبارد مش مهم طبعا الأسلاك من اللي على يمين ومن على اليسار والآن بإمكاننا نجرب الشيلي مع إضاءة تحت العشرين وط كزي ما احنا شايفين الجهاز شغال بفعالية من التطبيق ومن المفتاح بس أنا شخصيا ركبت الجهاز مع نيوترل وربطته على موشن سنسور وسويتش خلينا نشوف الطريقة استخدمت في هاي العملية الموشن سنسور اللي طلبناه مع بعض من علي إكسي بريس لما شرحناه علي إكسي بريس دايريكت اللي كان سعره 2 دولار الميني موشن سنسور طبعا رابط الفيديو رح يكون موجود في الأسفل رح أورجيكم كيف ركبت هذا الموشن مع السويتش على شيلي 1L الآن رح نضيف موشن سنسور وسويتش يتحكموا في الإضاءة مع بعض عن طريق شيلي 1L شو التغيير اللي صار على طريقة التركيب؟ التغيير اللي صار لغيت الباي باس لأني بطلت محتاجه لأني شغلت شيلي 1L عن طريق حامي وبارد هاي المرة رجعت بارد مباشرة من الإضاءة إلى شيلي 1L فصارت هيك مش محتاجة الباي باس وبإمكان أشغلها على أي حمل مهما كان الآن شو الفكرة من طريقة التركيب هاي بدي أتحكم في الإضاءة حسب الحاجة إما موشن أو سويتش إذا كان السويتش في وضع الأوف بهذا الشكل الموشن بتفعل والغرفة بتشتغل بشكل أوتوماتيكي إذا كان السويتش في وضع الأون الموشن بتعطل هاي هي الفكرة من طريقة التشغيل عندي نظامين متكاملين على جهاز صغير تكلفة النظام هذا كامل أقل من 15 دولار هذا الموشن الموجود أمامنا بطفل الإضاءة بعد 45 ثانية من لما يكون ما في حركة عند هذا الموشن في موديلات أخرى ممكن تعديل الموديل رح ترك لكم روابط الموديل هذا والموديلات الأخرى في صندوق الوصف خلينا شوف طريقة التركيب خلينا الآن نفهم مبدأ عمل الموشن الموجود أمامنا المخطط طبع رح يظهر عندنا على الشاشة الآن السلكين الأطول هم اللي بيغذوا الموشن بالكهرباء البني هو الحامي والأزرق هو البارد السلكين الأقصر الأصفر لما يصير فيه موشن بيصير حامي والأزرق بيصير بارد فإحنا بالتركيب هذا ما رح نحتاج الأزرق القصير فقط رح نحتاج الأصفر طريقة التركيب رح تكون كالتالي أول إشي رح نغذي الموشن بالبارد فرح ناخد البارد مباشرة من البارد الموجود عنا في النظام هون هيك البارد صار جاهز الآن الحامي رح ناخده من الاس اكس على على شلي مباشرة فرح ناخده من اي اس اكس لأنه زي ما حكينا هم متصلين مع بعض فما فيه أي مشكلة بهذا الموضوع فرح ناخده من الاس اكس الآن الموشن بهاي الطريقة صار عنده فيه الكهرباء موجودة بس يصير فيه موشن رح يعطي فولتية مباشرة على الأصفر فالأصفر لو ربطناه على الاس دابليو تو رح يكون بهاي الحالة هو بديل السويتش العادي مجرد ما يعطي إشارة للاس دابليو تو رح يكون كأنه يعامل معاملة مفتاح سويتش هيك الموشن سنسور طريقة التركيبه صارت جاهزة المفتاح رح يركبه نفس الطريقة خط على الاس اكس وخط على الاس دابليو وان خليني أرقبه ونرجع الآن الجهاز صار جاهز لو عملنا موشن أمام الجهاز مباشرة رح يشغل الإضاءة في حال حبيت عطل هذه الآلية بضغط السويتش بصير الجهاز دائما اون ما به تحكم فيه الموشن يعني لو صار نو موشن رح الجهاز يضل اون في حال حبيت أرجع الجهاز يعمل على الموشن هفقط علي إني أرجع السويتش إلى وضع الوف رح تطفل إضاءة ورح يرجع يتفاعل عندي الموشن سنسور عشان نوضح الفكرة من الآلية اللي استعملناها رح نضطر نلف الموشن للاتجاه الثاني عشان نعرف نشرح لكم شو الآلية اللي استخدمتها الآلية اللي استخدمتها كالتالي الشيلي 1L فيه يميزة انه احنا بيمكننا نختار two button type للسويتش الأول بخصوص السويتش الثاني بحال اللي أنا استخدمتها استخدمت نوع البتن للسويتش الأول تقل للسويتش الثاني تقل عشان أمنع الموشن يتحكم بالإضاءة لما أضغط على الزر لاحظوا معاي لو ضغطت على الزر الآن رح يتحول البتن type 2 إلى detached خلينا نعمل ريفرش عشان نشيك على نوع البتن زي ما احنا ملاحظين تحول بشكل أوتوماتيك إلى detached يعني الحالي هاي الموشن سنسور لو مهما صار عنده موشن أو نو موشن ما رح يتحكم بالإضاءة رح يرجع إلى وضع التقل فقط عنده ضغط على زر الأوف لو رجعنا عملنا الآن ريفرش للصفحة رحنا على البتن type 2 رح نلاحظ أنه الـ switch رجع إلى تقل لو ضغطنا على المفتاح مرة أخرى رح نلاحظ أنه الـ switch رح يتحول لـ detached أو البتن type رح نتفرج عليه الآن رح يتحول لـ detached استخدمت بهاي الطريقة الشي اللي دارك device to device communication وحطيت في الـ action الكود اللي بتحكم في الـ setting تبعة البتن فاستخدمت الكود التالي لما يتحول البتن رقم واحد اللي هو عليه المفتاح الـ switch إلى on بديه يضغط الرابط التالي وهذا الرابط شو بعمل؟ هذا الرابط بيحول البتن type 2 لـ detached لما البتن الأول يرجع إلى وضع الـ off برجع بيضغط الرابط التالي وهذا الرابط بيحول البتن رقم 2 إلى تقل وهي هي الألية اللي استخدمتها فبهاي الحالي صار عندي نظام متكامل بإمكاني أنا أفعل الموشن سنسور بالوقت اللي بناسبني بإمكاني أتركه فعال أوتوماتيكي إذا كان دخولي على الغرفة لمدة ثوانية أو دقائق بتعامل مع الموشن سنسور في حال أنا داخل على الغرفة وعارف رح أقضي فيها وقت أطول بتغضي على المفتاح أو على السويتش فبتتعطل ألية الموشن سنسور فبهاي الحالي ما بطفي علي أبدا حتى لو ما كان في حركة في هذه الغرفة إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذا الفيديو لايك وسبسكرايب السلام عليكم